لدينا في ألمانيا أكثر من مكتب صحي وهذه المكاتب ما في شك نتقدم خدمات جليلة للمواطنين منذ فترة وصول المواطن المريض ومرافقيه إلى أن يغادر الأراضي الألمانية يتم استقبالها في المطار يتم تقديم تسهيلات فيما يتعلق بحصولها على سكن أيضا تحديد مواعيد مع الأطباء أخذ المرضى إلى هذه المواعيد متابعة حالاتهم وكما ذكرت أيضا بعد الانتهاء من العلاج تقوم هذه الملحقيات أو هذه المكاتب الصحية بالاهتمام والاعتناء بالمرضى لحين مغادرتهم لأراضي الألمانية وودنا بهذه المناسبة نشيد بالدور الذي يقوم به الأخوة في هذه المكاتب الصحية والتعاون البناء مع سفارة الدولة في برلين ومع القنصلية العامة في ميونخ وهذا دليل على أننا نحن هنا نخدم المواطن الإماراتي سواء هذا المواطن سائح أو سواء هو في سياحة علاجية أو في مهمة رسمية بلا شك بالنظر إلى السياحة بشكل عام لمسنا في الأون الأخيرة إقبال من المواطني الإماراتيين على السياحة في ألمانيا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية برأيك ما الدوافع وراء هذا الإقبال على ألمانيا؟ والله السياحة لألمانيا في ازدياد مضطرد الحقيقة عام بعد عام وهذا الشيء نحن لاحظناه من خلال الحصائيات الموجودة لدينا طبعاً إقبال السياحة الإماراتيين لألمانيا له أسباب عديدة منها كما ذكرنا سابقاً هو السياحة العلاجية لا نجد صعوبة كبيرة في الحصول على سكن للسايح أو للمريض أو لمرافقيه بالإضافة لذلك أعتقد أن موقع ألمانيا متميز باعتبارها هي في وسط أوروبا كيف يمكن نوصف علاقة الإماراتيين بسفارة بلادهم في ألمانيا؟ أنا أتمنى أن أسمع هذا الكلام من المواطنين الذين يأتون إلى ألمانيا ولكن لأؤكد دورنا كسفارة دولة الإمارات في ألمانيا أو كقنصلية عامة أيضاً في ميونخ في ألمانيا ما في شك دورنا الأول هو رعاية المواطن والاهتمام بالمواطن سواء كان سايح أو سواء كان في مهمة أو سواء كان في مهمة علاجية فالسفارة تحاول بقدر ما تستطيع أن تتعاون وتساعد المواطنين على تذليل الصعاب أمامهم أثناء وجودهم في ألمانيا ولذلك نحن على تواصل من خلال تواجدي مع المواطنين الذين يأتون إلى ألمانيا وأنشأنا قسم في السفارة خاص بشؤون المواطنين تحت دارة الشؤون القنصلية وهذا القسم دور أن يتابع أمور المواطنين القادمين إلى ألمانيا وخاصة السياح باعتبار أن المرضى يتم الاهتمام بهم من قبل المكاتب الصحية كما ذكرت منذ أن يأتوا إلى الأراضي الألمانية وزارة الخارجية الإماراتية تقدم خدمة هي خدمة تواجدي كيف يمكن للمواطني إماراتيين الاستفادة من هذه الخدمة؟ لاحظنا الحقيقة من السنة الماضية إلى الآن أن هناك إقبال متزايد من المواطنين على التسجيل في خدمة تواجدي في بداية وضع هذه الخدمة كان هناك تردد لدى بعض المواطنين باعتبار أن هذه أمور شخصية وأنهم لا يرغبون في أن تعرف السفارة أو القنصلية بمكان تواجدهم ولكن أدركوا في النهاية أن هذا لا يسأله علاقة بالخصوصية باعتبار أن كل المعلومات التي يدونها المواطن في خدمة تواجد هي محفوظة وتعتبر في خانة سرية ولكن القصد منها هو أن يكون هناك تواصل مع السفارة سفارة الدولة في الخارج وأن تعرف السفارة أين المواطني الدولة موجودين فهذا يسهل حتى عملية الوصول لهم في حالة حصول شيء ما لا سمح الله تحدثنا عن شق السياحة في ألمانيا إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقات ما بين ألمانيا ودولة الإمارات كيف تصفون هذه العلاقة بين هاتين الدولتين؟ والله العلاقة بين ألمانيا وبين الإمارات وجمهورية ألمانيا التحدية الحقيقة يعني وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية وهذه يعني ليست فقط بالأسم ولكن هذا أيضا في الواقع يعني فعلا العلاقات تطورت خلال السنوات الماضية في كافة المجالات سواء المجالات السياسية المجالات الاقتصادية المجالات الثقافية يعني حتى في المجالات الرياضية العلاقات والأمنية وغير ذلك يعني نحن نلاحظ نمو التبادل التجاري بين الإمارات منذ عام 2004 إلى عام 2008 يعني يعتبر 119% تقريبا نسبة النمو كانت تقريبا 3.9 مليار يورو حجم التبادل التجاري في عام 2004 وصل الآن في عام 2011 حسب الإحصائيات إلى 8.5 مليار يورو وهذا يعطي دلالة واضحة وكبيرة على نمو تطور العلاقات بين ألمانيا والإمارات هل لك أن تعطينا لمحة عن طبيعة السياحة الألمانية في الإمارات وكيف تقوم السفارة الإماراتية في برلين بتشجيع السياح الألمان على زيادة الإمارات؟ الحقيقة نحن لاحظنا خلال السنوات الماضية يعني بأن السياحة الألمانية إلى الإمارات في إجدياد مضرد قبل سنتين كانت يمكن حدود النصف مليون الآن يعني وصلوا عدد السياح للإمارات إلى تقريبا المليون وهذا أيضا سبب عدة عوامل هو وجود خطوط للطيران الوطني سواء طيران الإمارات أو الاتحاد لأكثر من محطة في ألمانيا هذا روج كثيرا للسياحة في الإمارات بالإضافة لذلك طبعا الإمارات تشارك بثقل في برصة السياحة الألمانية في برلين شكرا لك سعاد السفير وشكرا للوقت الذي منحته لبرنامج دبي هذا الصباح شكرا للمشاهدة